موسيقى أهلا بكم أدى فشل حكومات مرحلة ما بعد العام 2003 في حماية المجتمع العراقي أدى إلى بناء سلطة أعراف وتقاليد عشائرية رذيفة لسلطة القانون والدفع بالمجتمع نحو القبلية والعشائرية وهو توجه برأي كل علماء الاجتماع قد يؤدي إلى نتائج مجهولة ويعود بالمجتمع العراقي إلى سلطة العشيرة التي تدفع بدورها أو بخلافاتها بالمزيد من المواجهات المجتمعية وخاصة المسلحة منها ما يضر بوحدة العراق ونسيجه المجتمع تصاعد أو تفاقم الظاهر العشائرية بعد العام 2003 وتضاء المفهوم الدولة أمامها هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية كيف عادت الظاهر العشائرية إلى العراق بعد العام 2003 بهذا الشكل الفجي والمتغول؟ وما هي خطورة تحلل المجتمع العراقي إلى مكوناته البدائية مثل العشائرية والطائفية والجهوية والمناطقية؟ ولماذا تزاحم الظاهر العشائرية والقبلية مركزية الدولة الإدارية؟ وصارت هي البديل عن سلطة الدولة والقانون في العراق الجديد؟ وكيف ساهم تفكك الدولة العراقية وهشاشتها بعد العام 2003 في تنامي هذه الظاهرة وإظهار سطوتها على المجتمع برمته؟ ضيوف الطاولة رفع الفلاح عبد الحميد العاني عبد السلام الطائر الدقة العشائرية أو التعصب للعشيرة وليدة سياسات الاحتلال ونتاج هندسة فتاوى المرجعيات حتى بات السلاح السائب يمثل تهديدا قائما يطارد الجميع دون الخضوع للقانون فمنذ أن أعلنت المرجعية فتواها لقتال تنظيم الدولة شرعنا حمل الأفراد للسلاح وباتت معظم البيوت العراقية مخزنا للذخائر والمتفجرات ووصل الأمر إلى أن السلاح الثقيل صار في متناول الجميع هذه الأسلحة أصبحت بيد سلطة لعبة العديد من الأدوار الهامة في تاريخ العراق ألا وهي العشيرة لتشهد المناطق الوسطى والجنوبية من العراق بعد ذلك تحولا في نوع النزاعات العشائرية من المناوشات الخفيفة التي كانت تحدث في السابق إلى معارك تستمر لعدة أيام وتستخدم بها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة حتى وصل الحال في عدة نزاعات عشائرية في البصرة إلى حد أن قيل أن مدرعات ودبابات مسلوبة استخدمت فيها ثقافة الدقة العشائرية غمامة خيمت على المجتمع وتلاحق أي خطأ يرتكب مقصودا كان أم غير مقصود سواء كان حادثا مروريا بسيطا أو شجارا بين طفلين بالإضافة إلى أن هذه الظاهرة تقلت إلى بغداد بسرعة كبيرة لتشهد العاصمة مئات النزاعات العشائرية سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى كما أن سلطة العشائرية أصبحت تدخل لحل بعض النزاعات السياسية حيث للعشيرة اليد الطولة التي تقبل على مقاضات مسؤول صغير كعضو في مجلس بلدي أو حتى كبير كنائب أو وزير ومع ضعف مؤسسات الدولة وتفش الفساد وبسبب فقرات تضمنها الدستور أعادت للعشائر قوانينها وهيمنتها على المجتمع ظهرت شرائح اجتماعية متطفلة تسمى بشيوخ المشاكل وهم الذين يعملون كوسطاء لحل نزاعات على مبدأ الارتزاق باسم العشيرة وما بين التسلح باسم الميليشيات والأحزاب والعشائر أصبحت المنظومة الحاكمة في العراق الراعي الرسمي لكل من حمل السلاح رغم أنه لا يصوب فوهته إلا لمصلحة ما يهدم الدولة ويدمر المجتمع أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في تفاقم الظاهر العشائرية في العراق بعد العام 2003 سيكون معنا هنا في الستوديو دكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين سيكون معنا من العاصمة السويدية ستوكول مستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد السلام الطائي عبر سكايب مرحبا بظيف الكرام جميعا إياكم الله نبدأ مع دكتور رافع الفلاح دكتور ظاهر العشائرية عادت إلى العراق أو كيف يمكن أن يقال عادت إلى العراق والمجتمع العراقي هو مجتمع عشائري بتركيبته وبنيته المجتمعية هو في النهاية عشائري وقبلي كيف يمكن الحديث عن عودة العشائرية إلى العراق بسم الله الرحمن الرحيم صاد ماجد يعني حتى لو تحدثنا عن قيام أي دولة في العالم سنجد حتى تحدثنا عن قيام مثلا دول أوروبية اللي موجودة حتى بالعصور الوسطى كان هناك صراع حول السلطة بين الكنيسة حتى في أوروبا المسيحية بين الكنيسة والملاكي ملاكي الأراضي طبقة النبلة طبقة النبلة وسلطة الملك وسلطة الدولة نعم كان هناك دائما صراع والسلطة التي يعني تهيمن على الجميع هي بالتالي سلطة الدولة التي تستطيع القوية التي تستطيع أن تهيمن على الجميع وتتحكم بالجميع وتفرض ضيبتها نعم وقوانينها وهذا ينطبق أيضا على كل دول الدنيا ومن ضمنها العراق العراق نعم مجتمع عشائري فيه عشائر يعني إذا ما تحدثنا على العراق الحديث دولة تأسيس الدولة العراقية الحديث عام 1921 فما بعد دولة أسست نعم هناك عشائر هناك قبائل لكن وأيضا كان هناك صراع بين سلطة دولة فتية قائمة وبين سلطة ملاك سلطة عشائر سلطة دينية سلطات كثيرة كانت تريد أن تفرض نفسها تفرض وجودها وتفرض هيمنتها على الجميع وبالتالي الدولة استطاعت بقوتها بقوانينها بقراراتها بحداثتها بقدرتها على تطوير نفسها وتطوير ذاتها وقيامها بمهام ووظائف كثيرة للمواطنين أن تجعل المواطنين أن تجعل الشعب ينساق باتجاه الاستماع إليها استماع إلى قوانينها الاتزام بقوانينها وإحكام الجميع لهذه القوانين من سطوة هذه القوانين كمظلة واحدة شرعية للجميع عن العراق من هذه القضية الحقيقة وربما استمرت كثيرا لغاية عام 58 عندما صدر قانون قوانين أوقفت قانون 80 وغيرها أوقفت النزعة العشائرية حددت من النزعة العشائرية كان هناك رؤية وهي رؤية صحيحة أن هناك دولة يجب أن تقوم مؤسسات يجب أن تقوم وكل المواطنين سواسية تحت سلطة هذه الدولة والقوانين الموضوعة ما يخرج عنها سيكون شاذا سيكون سلطة أخرى عندما تصارع سلطين عندما تكون القرارات بيد أكثر من السلطة تضيع الهيبة واستمر الحال وصولا إلى عام 2003 هناك فترات ارتخاء وهناك فترات قوة للدولة لكن بالتأكيد وصلنا إلى عام 2003 تشضي الدولة انهيار الدولة أدى إلى أن يذهب الناس إلى التجمعات الصغيرة إلى الرايات الصغيرة مثلما كنا نتحدث سابقا عن أن الهوية الجامعة كانت هي الأساس عندما انهارت الدولة استهدفت الهوية الجامعة فذهب الناس إلى هويات فرعية في حالة غياب الدولة البعض لاذا للحماية للبحث عن الحماية البحث عن مظلة تؤويهم في ظل فوضى أمنية عدم رؤية عقلية يعني عدم وجود قرار ماذا سيكون عليك الغير سنتحدث دكتور لماذا ذهبوا إلى العشار إلى العشار أو إلى التكوينات البدائية للمجتمع طبعا بسرعة بعد هزة الاحتلال يعني السؤال أنه من عام واحد وعشرين مع هذا البناء من قبل الدولة لبناء مجتمع مدني حديث يعني ينزع نحو المدنية والتحضر بعيدا عن قضية العشائرية يعني من واحد وعشرين إلى الفين وثلاث هل تعتقد أنه ثم تفشل في هذا البناء في بناء مجتمع بصبغة المدينة أكثر مما صبغت العشائرية أو الريف أو الأطراف أطراف المدن بالتأكيد أستاذ ماجد أنت عندما تقيم سلطة جديدة لابد من مقاومة لهذه السلطة يعني مثلما الدولة الإسلامية قامت بدأت الدولة الأموية تحدث عن بداية الدولة الأموية أيضا عشائر وقبائل ومجتمع يعني كان غارق في البعد عن التحضر والمدنية لكن استطاعت هذه الدولة بمرور الأيام بعقيدة معينة بالفكر الإسلامي بعقيدة الإسلام أن تلم الناس باتجاه قوانين معينة ضمن إطار واحد أساس المظلة كبيرة للجميع استطاعت أن تلم الناس وتقلل هذه الفوارق وتقلل هذه النزاعات العشائرية والقبلية في مجتمع العراق نفس القضية هناك دولة لكن تبقى المقاومة قائمة يعني مثلما كانت الدولة الأموية الدولة العباسية دولة الخلافة كانت تواجه بجماعات تحاول المساس بهذه الهيبة تحاول المساس بهذا العروف بهذه القوانين أيضا نفس الشيء في الدولة العراقية أيضا ظلت هذه النزعة قائمة عند العشائر عند سلطات دينية عند سلطات أخرى قائمة بالممانعة لكنها لا تستطيع مع قوة الدولة عندما تكون الدولة قوية وصفوتها قوية وقدرتها وأذرحها قوية لا تستطيع هذه وموفرة للمواطنين كل شيء كما هو الحال في معظم دول المنطقة أيضا تركيب عشائرية وقبلية لكن يغطي عليها قوة الدولة وتماسكها عندما تذهب هذه تبدأ يعني تنحل هذه تبدأ هذه بالارتفاع وتبدأ بالتغول سنتحدث أيضا كيف تصاعد الظاهر العشائرية أمام أضمحلال الدولة دكتور عبد الحميد العاني يعني ما العيب أن يكون المجتمع العراقي كما المجتمعات العربية مجتمعا عشائريا قبليا فيه ضوابط أيضا العشائرية وقواعد ومحددات ويعني عراف لماذا كل هذا الخوف هذا الاستنفار كلما أتى الحديث عن التكوين العشائري والقبلي للمجتمع العراقي يعني أين الخوف الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم بداية استعرض الدكتور قبل قليل الجانب التاريخي لوجود العشائر في العراق وأظن غطى على جانب كبير من هذا الأمر ولذا بيّن أن هنا العلاقة بين هذه الرايات الجزئية وبما فيها العشائر وعلاقتها مع السلطة مع الدولة مع الحكومة هي دور مساند التركيبة تركيبة هرمية نعم يعني الأفراد يتكون منهم مجتمعات صغيرة كعشائر وغيرها وبعد ذلك تتكون الدولة من عدة جوانب من مدن ومن مؤسسات ومن عشائر ونحوها الخشية ليست من العشيرة بحد ذاتها كوجود ولا أيضا كدور لها في المجتمع ومنه المجتمع العراقي بل بالعكس خلال التاريخ الماضي ومنه ما ذكر الدكتور قبل قليل كان هناك دور إيجابي كبير لهذه العشائر وله سيما إذا نذهب إلى الماضي أو التاريخي في بداية الدولة أو قبيل تأسيس الدولة كان لهم دور كبير في مواجهة الاحتلال في المقاومة ثورة العشرين ومن الذي تصدى من الذي كان يقف ضد هذا الاحتلال وما تلاه لولا العشائر وحتى في بداية الاحتلال الأمريكي كان هناك دور إيجابي كبير أيضا للعشائر في أولا في مناصرة ليس الكل طبعا نتحدث وإنما في قسم كبير منهم كان لهم دور إيجابي كبير في مناصرة المقاومة واحتضانها ولهم دور في هذا المسار كذلك أيضا في المدى القريب كان هناك لدينا ساحات التظاهر والاحتصام في عدة محافظات عراقية كان لهذه العشائر أيضا دور إيجابي وكبير في حماية هذه الساحات لكن كأي مجتمع كأي جانب هناك الإيجابي والسلبي مقابل هؤلاء كان هناك بعض الرموز أو بعض العشائر أو بعض الشقصيات التي مثلت الجانب الإيجابي إذن أين الخشية؟ الخشية ليس من وجودها كعشرة وإنما من توظيفها أولا أن تكون مراد رديف أنت قلت رديف بل تطور الأمر عندنا في العراق ليس فقط كرديف وإنما أصبحت بديل في غياب الدولة يعني في بداية الاحتلال الأمريكي هذا أيضا موجود لما يغيب السلطان من الذي يقود المجتمع؟ إما العشائر كشيوخ لما لهم رمزية ولما لهم سلطة على أتباعها أو أبناء العشرة وكذلك علماء الدين لما لهم من تأثير إيجابي على أتباعهم وكذلك ربما المثقفون أو الرموز الوطنية وغيرها في العراقي حينما زالت الدولة عقب الاحتلال مباشرة ظهرت هذه النماذج العشائر علماء الدين وبعض الشخصيات لكن الذي حظي بالحماية من حماية من الاحتلال الأمريكي بالقوة هم الشيوخ العشائر أو النماذج التي هي تماهت مع هذا المشروع مع مشروع احتلال لذلك رأينا كيف كان لبعضهم الدور السلبي فيما تأسس بعد ذلك من صحواتهم وغير ذلك وربما حتى لها أثر راها أثر متماهي مع قضية الميليشيات نعم دكتور عبد السلام الطائي في ستوك هولم أولا مرحبا بك معنا أهلا وسهلا حياتك والله الصوت واضح مو أنا أسمعك أنا أسمعك دكتور نعم دكتور يعني تمت من يقول أن مشكلة بروز أو تفاقم الظاهر العشائرية في العراق ليس سببها الوضع الشاذ الذي نشأ بعد العام 2003 في العراق بعد احتلاله وإنما هي مشكلة مترسخة وذات جذور تاريخية تتعلق أيضا ربما بفشل محاولات بناء الدولة منذ عام 21 إلى عام 2003 في إنشاء أو بناء مجتمع مدني متحضر لا ينزع إلى العشائرية والقبلية أساس هذا المجتمع والتعاطي معه والمواطنة وطبعا أشار إلها الدكتور رافع الفلاح إلى هذه المحاولات في السياق التاريخي وبعيدا عن الانتماءات القبلية أو الهويات الفرعية قبلية طائفية مناطقية جهوية يعني ما رأيك بهذا الطرح نعم بعد التحية طبعا لكم والذيوفكم الكرام أهلا وسهلا أود أن أبين أن الفصل العشائري أصبح اليوم ظاهرة سياسية أكثر مما هو ظاهرة اجتماعية لذلك من الضروري أن نميز ما بين الفصل العشائري في العراق كظاهرة اجتماعية وبينما ألسق بهذه الظاهرة من مظاهرة سياسية ذات أهداف أمنية وتجارية وبطريقة فرض الإتاوات فأصبح الفصل العشائري رديفا للفساد المالي فمن مخرجات مدخلات تفكيق وإعادة تركيب دولة المواطنة إلى دولات كدولة الطائفة والعشيرة السيما بعد تفكيق الوزارات الأمنية إلى ميليشيات ثم ميليشيات أعراق الدساسة كالفرس والأفغان الهزارة وغيرهم لجعل ارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني السالكا وممكنا كما تم تسييس مؤسسات الضبط غلاء الرسمية كالدين والتقاليد الاجتماعية أدى ذلك إلى تشويه العراق والقيم للعشائر العراقية من قبل المجنسين المستعرقين ليكونوا همزة وص مع منظومة القيم الفارسية الدخيلة حتى أتت تلك القيم بظلالها المستعجمة السياسية والنشاز على الفصل العشائري فتحول الفصل وتحولت الدقة أو الجزية تحولت من جزية إلى أتاوى الغاية الرئيسية من الفصل العشائري هو حقل الدماء بين المتخاصمين وإنها ظاهرة السأر والدفع باتجاه الصلح بين المتخاصمين لكن بعد أن هيمنت الأعراق الدساسة على العشيرة تمكنهم من تغيير مسار هذه الأعراف تدريجيا لغرض الإساءة إلى القوانين العشائرية المحبورة في الصدور نحن لا نخشى على العشيرة كما تفضل الدكتور بالحميد دكتور فقط في نقطة نعم من يقوم بالدقة العشائرية أو الفصل العشائري أو الفصل للنساء في قضية الجرائم وما إلى ذلك والآن من يتقاتل بالسلاح الثقيل حتى بالطائرات المسيرة هي الحقيقة عشائر عربية وليست من العشائر الدخيلة أو التي ليست من النسيج المجتمعي أو أنها من المكونات الجديدة التي نزحت من بلدان مجاورة كإيران هذه عشائر عربية لا أحد ينكر ولا أحد يشك بانتماها العربي هي من تقوم الآن بكل هذه الممارسات غير المنضبطة المتصادمة مع الدولة وقوانينها إذا كانت هناك دولة طبعا بين قوسين نعم سأتي إلى هذا الموضوع أستاذ ماجد ولكن من أين أتى إلى هذه العشائر السلاح الثقيل والطائرات كما تفضلت إما أتى من دول الجوار أو أتى ما سأتطرق إليه لاحقا تنامت الظاهر العشائرية وتأولت بمشايخ كاريكاتورية بعد الاحتلال خاصة بالمناطق المجاورة لإيران لتشكيل هياكل بأسماء وهمية مثل تجمع عشائر مدينة وغداد واتحاد قبائل الفراد لغرض من ذلك كي تقدم نفسها تلك العشائر والهياكل الكاريكاتورية تقدم نفسها لإدارة بقيمة كتشكيل اجتماعي بحثا عن الدعم المالي والسياسي تظاهرت بعض العشائر المتريفة بالتمدن لتعتبر نفسها من منظمات المجتمع المدني لكن شتان ما بين التمدني والتمدني ومن أجل المال لفاقدي الجاه والمال لقد تحولت السلوكيات المستعرقة في العراق وخاصة من قبل أحساب السلطة التي حاولت أولت أحساب السلطة التي أصبحت مستهجنة من قبل الشعب وكما حصل هذا الاستهجان في هزيمتها الثمانين بالمئة في الانتخابات الأخيرة وجدت هذه الأحساب ضلتها بالعمل على تقوية نفوذها وسطوتها من خلال تقويتها للعشائر للاختفاء والاحتماء بها ومن خلال تسلل ما نطلق عليه أيضا بذبابة الجرش وأقصد هنا ذبابة الجرش من أتوا مع المحتل بعد عام 2003 لمصادرة قرارات العشائر العراقية الأصيلة ولغرض تشويه القيم العربية الأسرائيلية سأذكر لك استدماج حادثة مهمة باختصار شكل الصدمة للمشرع والشارع العراقي تصبر بعض أعضاء البرلمان أصبحوا يفضلون القانون العشائري على قانون المحاكمة الخاصة للبرلمان أو المحاكمة المدنية مثلا سبق لعشيرة النائبة رئيسة حركة إرادة أن غرمت عشيرة المتحدث من كتلة مواطن مبلغ قرابة مبلغ مئة ألف دينار من خلال فصل عشائري حدث على جنوب الحلة هذا يؤكد فرضيتنا التي انطلقنا منها أن الفصل العشائري بها تظاهر سياسية أمنية تجارية تقع ضمن جراء الفساد المالي والقضائي إذن هي ليست ظاهرة اجتماعية لا صلة لها من العشائر العربية من الناحية القيامية وحتى الدقات التي تستخدم كانت دقات خسيسة وهي أبسط دقات الفورس وشكرا الآن سنت قوانين وإعتبرت أنه ما يسمى بالدقة العشائرية نوع من الإرهاب ضد المجتمع دكتور رافع الفلاحي علماء الاجتماع يؤكدون أن المجتمع العراقي بعد عام 2003 جراء هذه الصدمة الكبيرة للاحتلال الذي جرى عام 2003 الحقيقة هذه الصدمة حللت المجتمع العراقي وأنت أشرت إلى أن هذا المجتمع عاد إلى مكوناته ولبناته الأساسية العشائرية القبلية الإثنية المذهبية المناطقية ليحتمي ليجد ظلة مظلة بعد تفكك الدولة ونسف هذه الدولة التي كانت مظلته هل تمت خطورة هنا في أن المجتمع رجع إلى مكونات البداية التي لا ينكر أحد عليه هل هو ملوم عندما الدولة تبخرت من أمامه ورجع إلى أهله إلى عشيرته إلى قبيلته هل يلام هنا المواطن هذا أو المجتمع عموما لا أستاذ مكشوف الظهر صار بعد 2003 نعم هو المواطن غير ملام في هذه القضية عندما يعود إلى ما يحميه إلى المظلة يذهب إلى المظلة التي يعتقد أنها تحميه في ظل ظرف شاذ غير طبيعي يمكن أن يتعرض به إلى مخاطر كبيرة فيذهب بهذا إلى الاتجاه لكن دعني أقول أولا أن العشيرة مهما كبرت فهي صغيرة أمام يعني العشيرة الكبيرة اللي هي الدولة نعم مهما كبرت العشيرة مهما كبرت القبيلة فهي صغيرة أمام القبيلة أو العشيرة الكبيرة التي هي الدولة ليس اعتراضنا على العشيرة والقبيلة كنا من عشائر والقبائل فيها قوانين فيها أعراف فيها حياة اجتماعية جميلة ومن أجمل ما يمكن وساهمت مثلما تحدث أخي دكتور عبد الحميد في ثورة العشرين وغيرها ولحد الآن ساهمت في الكثير لكن قدما توظف العشيرة والقبيلة توظيفا سياسيا باتجاه آخر غير وظيفة الحقيقية المجتمعية كيف تم التوظيف؟ نعم في مجتمع بعد عام 2003 منفلت من كل شيء فوضى عارمة ذهبت الناس إلى العشائر الكتل أو القوى السياسية التي جاءت إلى العراق يعني جاءت بدون قوى بدون مظلة تحميها سوى الاحتلال وقالوها نحن جئنا بدون جمهور واتكأنا على الطائفية مثلما اتكأوا على الطائفية أيضا وجد هؤلاء هذه المجموعة هذه الشريحة من السياسيين الذين اعتبروا نفسهم سياسيين وهم بعيدين حتى عن السياسة وجدوا أن العشيرة يمكن اللوذ بها ويمكن توظيفها أو استثمارها أو بانتهازية عالية لكي تكون سندا لهم في البقاء أو الاستحواذ على الكراسي أو توسيع نفوذهم وهذا ما حصل حقيقة استخدمت العشائر بطريق فجة وبطريقة سياسية لماذا رضيت العشائر بهذا الاستخدام والتوظيف من قبل طبقة سياسية يعني واضح عليها الكثير من الملاحظات والسلبيات أنها جاءت مع احتلال بمشروع طائفي لماذا لم تكن جدار صد؟ أولا في ظل ظروف غير طبيعية نحن نتحدث في ظل ظروف احتلال في ظروف فوضى عارمة في ظل غياب اليقين والرؤية الصادقة والرؤية الصحيحة البعض أو الكثير نساقوا إلى هذا الاتجاه البعض استخدم بهذا وهناك الكثير ودائما ما نقول في الأوقات الطارئة في الأوقات الشاذة العملات الرديئة هي التي تفرض نفسها هي التي تظهر على السطح كثير من رؤساء عشائر من رؤساء دعوا أنهم رؤساء عشائر رؤساء قبال مثل ما أشار الدكتور الطائل الآن هي عناوين وهمية لكنها أو مصنعة أصلاً نعم لكنها لكن تم تبنيها تم تبنيها من قبل الاحتلال تم تبنيها من قبل السياسيين لكي يكون لديها وهج لكي يكون لديها قدرة وبالتالي جمعت الكثير من الناس من انتهازين من ضعفاء النفوذ من كثيرين جاءوا للوث بها وإضافة إلى الأموال التي حصلت عليها المكاسب التي حصلت عليها وبالتالي كانت ورقة من أوراق مهمة من أوراق السياسيين التي استخدمت للبقاء أو للحصول على الكراسي والبقاء على الكراسي والاستحواذ على المكتسبات لذلك استخدمت العشائر غالبية العشائر بهذه الطريقة هذا هنا يكون الرفض نال مجتمع رفض هذه العشيرة لم يقبل بهذه القواني العشيرة مع ذلك تغولت عندما وجدت نفسها قادرة بحماية سياسية وهي قادرة سنتحددها سمحت عن وظيفتها تغيرت وهذا ما أحدث شرخاً كبير أصبحت أداة بيد السلطة ورايتها صارت راية صغيرة معارضة لراية الدولة للهوية الجامعة راية فرعية عن خطورة هذا الأمر أن تتحول أو تقبل العشائر أن تكون أداة أو صوتاً بيد السلطة على مجتمعها لكن بعد فاصل قصير نتوقف مشاهدني الكرام عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في مسألة تفاقم الظاهر العشائرية في العراق بقو معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في تفاقم الظاهر العشائرية ما بعد العام 2003 طبعاً في العراق وضيه في طاولة دكتور رافع الفلاحي الدكتور عبد الحميد العاني معنا من العاصمة السويدية ستوكولم عبر سكايب أستاذ علم الاجتماع أيضاً دكتور عبد السلام الطايل دكتور عبد الحميد العاني يعني قوى العملية السياسية عندما استحوذت على العشيرة أو وظفت العشيرة نظيرة مكاسب قصيرة مادية أو سياسية ألم تدرك خطورة تحلل المجتمع العراقي هل تعتقد أن تحلل المجتمع العراقي إلى عشائرية وقبلية بهذه الصورة الفجر الآن يكسبها مزيد من القوة هل قوتها قائمة على تفتيت المجتمع على وهنه على ضعفه حقيقة هي ليست أحزاب السلطة التي استغلت الدور العشائري وإنما هو صاحب المشروع الأساسي الاحتلال الأمريكي هو كان لابد له لتنفيذ مشروعه من أدوات ما هي هذه الأدوات؟ هذه الأدوات ما يسمى بأحزاب في وقت أحزاب المعارضة وبعض الشخصيات الأخرى ومنها بعض الشيوخ العشائر ضعاف النفوس أو المتاجرين أو العناوين الوهمية بل حتى من يسمى من علماء الدين أو المعممين أو سميهم ما شيء هذه كلها أصبحت كانت بمثابة الأدوات لكن هناك نوع من التعاون بين من استلم السلطة يعني كتنفيذ لهذا المشروع وبين هؤلاء شيوخ العشائر الذين إما ضعاف النفوس أو من العناوين المهمية أو غير ذلك وهو الأمر بالمناسبة وهو ليس جديد يعني حتى لما تحدثنا الآن عن التاريخ القديم الإيجابي كان أيضا هناك تاريخ سلبي للبعض هذا يعني كل مجتمع كل مكون من المكونات فيه هكذا وهكذا أما الخشية من التحلل ومن المخاطر صاحب المشروع جاء لتدمير العراق وعليه أي أثر سلبي متوقع ربما هو يسعى إليه هو يريد أن يوصل العراق إلى هذه النتيجة هو يريد أن يكون هناك عدم قوة يعني لا يريد أنه السلطة أو الحكومة أن يكون لها سلطة مركزية وقوة بحتى استقر هو يريد صناعة عدم الاستقرار في العراق صناعة فوضى مستمرة ودليل على هذا رأينا طيلة المدة الماضية هو وأدواته مستمرين في صناعة المشاكل صناعة الأزمات يعني الأزمات تتولد بفعل هؤلاء ومن ضمنها أنهم يريدون أن يوصلوا الدور العشيرة بأيضا كونها توصل الأمر إلى هذه النتيجة عليه هؤلاء لا ينظرون إلى أنه ربما تكون أو يعطى حينما تعطى العشيرة هذا الدور الذي هو أكبر أنها تكون منافسة بل عكسهم نراهم ربما يصطنعون أيضا حتى بعض الفتن بين العشائر لمزيد من الفوضى وعليه يعني هناك قراءة أنه ما حدث في بعض المشاكل والأزمات التي من معارك ربما كبرى بين العشائر خاصة في جنوب العراق التي استخدمت ربما فيها أسلحة ثقيلة قيل أنها هذه أيضا الفتن مصطلعة والسبب في ذلك هو إثارة الفتن نتحدث أيضا عن خطورة أنه حيازة العشائر لأسلحة تناظر الأسلحة الموجودة جزء من هذه عند الدولة دكتور هناك أيضا ربما أشكالية أيضا هل العشائر الآن في العراق بهذه القوة بهذا التفاقم بهذا التصاعد هي تطرح نفسها بديل عن الدولة والقانون أم أنها واحدة من أدوات السلطة كالميليشيات وفرق الموت وبقية الأدوات يعني هذه أشكالية نفهمها الآن هي رديف للدولة منافس للدولة أم أنها أدات بيد الدولة بيد قوى العملية السياسية شهر ماجهة لما تحدثنا وقبل قليل نتحدث بإختصار لأنه تأخرنا على دكتور طايب نعم بشكل سريع القوى السياسية استخدمت هذه العشائر وهي تعرف أن تغول هذه العشائر سيضعف الدولة ضعف الدولة مرتهم بتقوية هذه العناوين الفرعية هم يعرفون هذه الحقيقة لكن وجودهم وحياتهم مستمرة ومتعلقة بوجودها أولا هم لا تهمهم يعني القضية مو عجز عند الدولة أن تواجه هذه الظاهرة وسطوتها ونفوذها الدولة فاقدة للإرادة عندما تريد أن تواجه شيئا سطوة تحد من تغول يجب أن تمتلك الإرادة الدولة فاقدة للإرادة الدولة مملوكة لغيرها مملوكة لهذه القوى السياسية التي تتحكم بها وهذه القوى السياسية مملوكة وتعمل بأوامر خارجية لذلك الدولة مرهونة إرادتها لا إرادة لها فلذلك لا تستطيع أن تواجهها أولا هي تعرف أن هذه العشائر مسلحة بأسلحة ثقيلة وتقاتل وتتغول على الدولة مثلا وزارة العدل قبل فترة تصدر اعترافا بالتحكمات التي تقوم بها العشائر هذا اعتراف بأن الدولة لا هيبة لها وأن العشيرة للهيبة تعطيها سلطة أكبر من مقدرتها لكن هذه الدولة تظهر شراستها وقوتها وتدميرها وأسلحتها في مناطق أخرى حتى لو سوت مدنها بالكامل بينما هي في نزاعات عشائرية تلزم جانب الحياد أو تحاول أن تكون وسيطا بين المتقاتلين لماذا هناك soft وهنا hard نعم لأن الدولة قائمة هي لا دولة لأن العملية السياسية لأن الإدارة السياسية للعراق قائمة على محاصصات طائفية لأن هناك فكر طائفي يحكم هذه تعتقد مثل ما اعتقدت هي اعتقدت أن الجنوب كله حاضنة أساسية لها وثارت جنوب عليها بطريقة أو بأخرى نعم هي تعتقد أن هذه العشائر التي من جنوب بغداد إلى جنوب البصرة إلى نهاية البصرة إلى الحدود الكويتية والحدود السعودي هي حاضنة لها هي جزء من تكوينها هي اعتمادها فتصرف هكذا وكل العشائر الأخرى هي جزء من قوى معادية لها بالفكر الطائفي هذا ليس بالفكر لأنها ليست دولة هي ليست لا تملك فكر الدولة وضع ولا تملك المساواة والعدالة والقوانين وذلك تتغول العشائر بهذه الطريقة دكتور عبد السلام الطائف ستوك هول برأيك لماذا بهذه السرعة تفكك المجتمع العراقي أو تحلل أو هرول سريعا إلى بداياته إلى مكوناته البداية كالعشائرية والمناطقية العشائرية الآن التي نناقشها الآن في هذه الحلقة ألي هذه الدرجة كان المجتمع العراقي هشا وواهنا بحيث صدمة الاحتلال فككته وحللته سريعا فعلا لم يكن محصنا بدرجة كافية لا أفضل أنا أعتقد أنه ليس المجتمع العراقي هو من هرول إلى هذا التفتيت والتفكيك وإنما هناك عملية تسريع متعمدة وقصدية كانت من قبل الحكومة والجهات الداعمة لها ولذلك التفكيك لم يكن تفكيكا مجتمعيا وإنما كان تفكيكا فوقيا أي لم يكن فوقيا بين أفراد المجتمع العراقي كجماعات كديانات كطوائف كقوميات وإنما تم تفكيكها من قبل الجهات الأعلى وكما هو مسلم بالدستور تم تفكيك وحل الوزارات الرأسية للحفاظ على الأمن الاجتماعي للحفاظ على الأمن المواطن تم تشفيه صورة التقاليد الاجتماعية تم تفتيت الهوية الثقافية للمواطن تم تدمير الآثار تم قتل للإنسان على الأسواق وعلى الهوية فالمجتمع العراقي مجتمع متماسك لكن الجهة المتحكمة والحاكمة فيه هي التي تحاول أن تساهم في تشريح تفتيك المجتمع فعندما يكون الجلاد هو القاضي في حين ذلك تسود معايير الجلاد على القنانوني وعلى المجتمع أهم ما في موضوع الفصل العشائري والدقة العشائري الفصل العشائري هو عملية التصالح بين خصمين للخضاء على الثار للحظة أن الحكومة والأحزاب والميليشيات كلها تدعو على الفضائيات تدعو إلى الثار وإلى الانتقام وحتى الفتاوى مدعومة من فتاوى والفتاوى مرجعياتها معروفة كلنا نعلم عندما تصدر فتوى تعتبر الانتقام والثأر من حالة شاذة ومنبوذة في السياسة والدين إلى واجب إله وديني هنا تكمن الكارثة الكارثة إذن المجتمع سليم ولكن ما فوق المجتمع من قوانين ومؤسسات هي التي تحاول دفعه نحو الهاوية لغرض مسح المجتمع العراقي تدمير الدولة العراقية التي بنيت من 2021 ومن ثم جعل المجتمع العراقي جزءا من المجتمع الإيران الفارسي لذلك القومية الوحيدة التي تم تفتيتها هي القومية العربية إلى الشيعة وسنة ومن ثم انتقلوا إلى تفتيك العشيرة ولم تتفكك العشيرة ولكن حاولوا من خلال الأعراق الدساسة ومن خلال ذبابة الجرش تدمير هذه العشيرة لحرفها عن القيم والأعراف العشارية لكن تبقى العشيرة العربية قوية فقط أذكر ما تفضل به أحبا علق الدكتور رافع الفلاحي أنه نعم البصل العشاري والتفكك والإنيار وصل إلى البصرة المتحدث الرسمي باسم مزارس الداخلية سعد معا قالنا صراحة أن البصرة منطقة خطيرة تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة البصرة الجوار من؟ من هي الجهات المهيمنة والمسيطرة على البصرة وعلى المدن الأخرى؟ فإذن هناك دولة أخرى خفية عميقة داخل الميليشيات داخل الأحزاب مدعومة بمرجعية هدفها مسح الدولة أشكرك على ذكر الميليشيات دكتور عبد الحميد العاني يعني هذا الانتشار السلاح الموجود الآن في العراق خاصة بيد الميليشيات الموجود الآن بيد الميليشيات وخاصة طبعا ميليشي الحشد التي لديها سلاح يفوق حتى سلاح الجيش والأجل الأمنية دبابات وغير الدبابات هل كانت له مساهمة في تغول هذه العشائر في تعظم سلطتها في بسط هيمنتها وسلطتها بل وإيخافت حتى الدولة التقليدية بمؤسسات التقليدية جيش وشرطة هؤلاء يخافون من انتقام الميليشيات أو المنتمين إلى الميليشيات من عشائر حتى لما تكون قضية عشائرية هذه الأجهزة التقليدية لا تستطيع أن تتصدى أو أن توقف هؤلاء يعني هذا جزء من التغول تغول في جانبين جانب العشائر وتغول أيضا للميليشيات وهنا رأينا أن العلاقة عجيبة في هذا الأمر حيث أنه بعض هذه العشائر أصبحت لها ميليشيات خاصة أو عفوا حتى الميليشيات الحشد باتت بعض عنوينها هي عنوين عشائرية ورأينا أنه كيف أن هذه الخلافات باتت مثل هذه العشائر هي مظلة مظلة لحماية هذه الجهة أو تلك أصبحت بعض هذه العشائر مظلة لحماية الظالم لحماية الفاسد حتى أن بعض هذه الميليشيات التي ربما يحدث خلاف بينها أو بعض أفرادها من الذي يحميه يستند أو يحتمي بالمظلة الأخرى وهي مظلة العشيرة أصبح إذن هنا انفلات وهذا هو المقصود انفلات أمني وهذا أحد أهداف كما قلنا الاحتلال يريد تفكيك المجتمع العراقي وتفتيت كل بنيته وربما حتى من مؤديات هذا الانفلات وهذا التغول ورفع هذه الجوانب أو إبراز هذه الجوانب السلبية في العشائر حتى يكون على حساب الجوانب الإيجابية للعشيرة النخوة والكرم والمناصرة وكذا أصبح الآن البديل عن ذلك ما نراه من ظواهر السلبية حتى ما أشار له الدكتور عبد السلام من قضية الفصل العشائر اللي هو في الأساس هو أنه يكون للصلح تحول إلى قضية متاجرة بين العشائر إذن مقصود هنا في هذا الأمر كله هو تسقيط هيبة هذه العشائر كجزء من تسقيط أو تفكيك المجتمع العراقي بكل مكوناته كما تم تسقيط شخصيات دينية وشخصيات سياسية أيضا هنا نرى أنه تسقيط أيضا هذه الجوانب العشائرية حتى لا يكون لها تأثير أو دور في المستقبل ربما يكون دور إيجابي أو يظن أنه لا يكون لها دور إيجابي للتصدي للظالم والفاسد نعم دكتور رافع الفلاحي أي ثمن أو ما هو الثمن الذي دفعه البلد دفعه المجتمع من أمنه من استقراره من انسجامه عندما تخلت الدولة بين قوسين عن دورها التقليدي في حماية المجتمع في حماية الدولة واضمحلت وتضاءلت أمام هذا الزحف الكبير للعشائرية وسطوتها وسلاحها الآتي من الميليشيات أي ثمن دفع نعم عندما سألتني قبل قليل استاذ ماجد وقالت المواطن ملام في أن يذهب إلى العشيرة يذهب إلى هذه المكونات ليحمي نفسه وأنا أجب قلت لك أنه يعني من حق المواطن أن يذهب حقيقة هذا هذا الجانب الإيجابي لكن الجانب السلبي اللي تتعلق بالأساس بالدولة عندما لا تقوم الدولة بأداء وظائف نعم تذهب هذه الوظائف مباشرة إلى العناول الفرعية ذهبت الوظائف إلى العشيرة نتحدث عن العشيرة جزء من هذه العناوين الفرعية العشيرة في بلد فيه قتل فيه سرقة فيه فساد فيه رشوة سطو مسلح في وضع النهار قضايا شرف انتهاك الأعراض فيه كل هذه القضايا فيه حالات اصطدام بالشوارع وحالات دهس هذه كلها موجودة المواطن البسيط لم يكن هناك قانون ودولة تحميه سيذهب إلى هذه العشائر وهذا ما حاصل في العراف حقيقة وهذا ما حاصل حاليا حاليا الآن احصائية تتحدث انه اربعين جلسة للمصالحة بين العشائر او هذه ما تسميها الجلسات هذه اربعين جلسة يوميا تعقد في بغداد فقط لقضايا مثل هذه قضايا زنة قضايا قتل قضايا سرقة فساد طبيب اجرى عملية لمريض وتوفي المريض بالتالي العشيرة صارت قوة متغولة قادرة ان تستحوذ على هذه وتأخذ من وراءها اجور هناك عصابات معينة شكلت عناوين عشائرية الناس تلجأ لها لاخذ حقوق نعم بديلا على القضاء هذه هي الحقيقة عندما يغيب القضاء عندما يغيب القانون تتغول هذه هذه القوة سأعطيك مثالا بسيطا لضمحلال هذه الدولة للا دولة في العراق وزير الدفاع السابق العبيدي عندما استدعي للبرلمان في السنة الماضية وبدأوا يعني يسألونه عن قضايا فساد في جلسة استجواب بدأت الملاسنات بينه وبين رئيس مجلس النواب وهذا من عشيرة العبيد وهذا من عشيرة الجبور خالد العبيدي طيب نعم خالد العبيدي والجبوري نعم نعم سليم الجبوري بعد يومين من هذه السجالات التي بينهم ظهر رئيس عشيرة الجبور نعم ورأسه وظهر رئيس عشيرة العبيد أحدهما يهدد الآخر نعم 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 نحن في أعلى سلطة تشريعية في الدولة يذهب الخصوم إلى الذهاب تكون على العشائر لكي تتحدث العشائر باسمهم والكل يدعي أنه هذا المنسو إذن هناك العشيرة صارت وظيفتها حماية حتى الفاسدين حماية حتى الخراب التجاوز على الدولة فبالتالي وظيفة أنا هذا اليقص وظيفة العشيرة تغولت بغياب وظيفة الدولة الدولة هي المسؤولة أساساً عن كل هذا الغياب المؤسسة التشريعية تحمي فاسدين القضائية تحمي فاسدين العشائرية تحمي فاسدين المؤسسة الدينية تحمي فاسدين الفاسدون محميون نعم فالآن يقتل ويزني ويسرق وينهب وكل شيء يفعله ويذهب إلى ما أعرف عنوان يقول أنه عشيرة يلتج إليها فتحميه هذه كارثة والدولة غير قادرة أن تفعل شيئاً إذن لا دولة دكتور عبد السلام الطائي إذا هذه الصورة الآن التي رسمها دكتور رافع الفلاحي عن وضع في العراق أين يمضي الوضع في العراق هل نحن الآن في حقبة ما قبل الدولة الحقيقة الحديثة نحن الآن في حقبة الحقبة العشائرية القبلية الأقوام المتنافرة أو المتناحرة؟ نعم ما يجري في العراق يذكرنا بما حدث قبل اندلاع الثورة الفرنسية قبل أكثر من قبل مئات سنين قبل الثورة الفرنسية الكنيسة طغت والحكومة استبدت ولما ثار الشعب الفرنسي عدة مرات استمرت ثورة الشعب الفرنسي وتظاهراته عشر سنة حتى تكللت جهود المتظاهرين والذين قاوموا رجال الدين وقاوموا الحكومة تكللت جهودهم بالنجاح واندلاع الثورة الفرنسية ما يجري الآن في العراق هو نفس الشيء سلطة لاهودية فيها القانون الخاص اللي هو فتاوى المرجعية وفيها القضاء العشائري فوق القانون المجتمع العراق الآن يسير بالاتجاه المقلوب لقانون تطور المراحل الثلاث الذي يبدأ من المرحلة اللاهودية إلى المرحلة المتافيزيقية ثم إلى المرحلة العلمية التي بلغها العراق قبل الاحتلال وحصلها على جائزة اليونسكو قانون المراحل الثلاث للوادة فوزيتا نحن الآن انتقلنا من المرحلة العلمية إلى المرحلة المتافيزيقية الخرافات والأساطير التي نراها في الزيارات الدينية والمرحلة اللاهودية خلال البحث خلال التعبعية أو اعتبار ولاية الفقه ظل الله في الأرض وشكرا جزيلا شكرا للدكتور عبدالسلام الطائي أستاذ علم الاجتماع كان معنا من العاصمة السويدية ستوكولم عبرت كايب دكتور رافع الفلاحي هيمنة الظاهر العشائرية لها هيمنة وسطوة ونفوذ كبير على الدولة والمجتمع الدولة متلاشية لا وجود للدولة تخلت هربت أمام الظاهر العشائرية إعادة المجتمع إلى توازنة والتخلص من هذه الظاهرة بصورتها السلبية أو ببعدها السلبي مسؤولية من؟ مسؤولية الدولة أولا مسؤولية المجتمع الدولة متلاشية مسؤولية الشعب أن يقيم دولة أن يزيل كل هذا الإطار الذي أدى إلى هذا الخراب ويقيم إطاراً جديداً رصيناً يضع قوانين يضع أسس يضع ضوابط ضوابط أخلاقية وضوابط قانونية ضوابط دينية لا يمكن التجاوز عليها لديه سلطة قوية قادر أن يحقق العدالة للجميع ينظر إلى الجميع بعين واحدة لا ينظر إلى سين وشين تبعاً لانتماءاتهم المذهبية يدمر هنا ويغض البصر هنا لا قانون واحد يطبق على الجميع رؤوس متساوية أشكرك هذا المطلوب وهذه مهمة الشعب لإقامة هذه الدولة لإقامة لتوكيل جزء من الشعب لإقامة هذه الدولة دولة العدالة هذه الحقيقة نحن في دولة لا عدالة بنصف دقيقة هل هذه المسؤولية أيضاً ملقات على علماء الدين هل لهم مسؤولية أم جزء من النسيج العشاري أو ضار عشاريهم لا لا مسؤولية التكاملية الشعب يبقى فيه بكل مكوناته لأنه لا بد من البحث عن السبب وإزالة هذا السبب السبب الذي أدى إلى كل هذه المشاكل فلا بد من البحث عن البديل لهذا السبب من جذوره حتى تتحقق المصالح الحقيقية للناس جميعاً يسترد حقوق الناس يكون هناك مساواة يكون هناك عدالة يكون هناك قانون يمشي على الجميع ولذلك مسؤولية أصحاء علماء الدين المثقفون الشعب السياسيون الجميع السياسيون الحقيقيين وليس الأدعياء الذين سلطهم الاحتلال على الشعب العراقي شكراً دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في حيات علماء المسلمين وشكراً دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي وشكراً أيضاً مرة ثانية لدكتور عبد السلام الطائي أستاذ علم الاجتماع وكان معنا عبر سكايب من العاصمة السويدية ستوكرون شكراً للمشاهدين الكرام حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة